اصدقاء كايرو دار بنتقابل تاني خلصنا شابتر 2 وهنبتدي النهاردة في يونت ثري يونت ثري هنمسك فيه الفوكابلاري كله السيتيواشنز كلها الجرامر كله واكسورسايزز من كل الانواع تشوز كوريك دي underlined وورد اند ري رايت تعالوا نشوف مع بعض نبتدي بالايه بالكلمات نقراها الاول ونشوف معانيها وبعد كده ناخد عليها اكسورسايزز معانا الكلمات اول شيت جو فور اووك جو فور اووك يذهب للتنزه جو فور اووك نخلي بدها من الحاجات الصغيرة مش مجرد كلمة ومعناها جو فور اووك بيتيكي في الاختيارات بقى مقولك مثلا جو تو اووك ولا ان ولا ات ولا فور اوكي جو فور اووك يارد او يجيب ريسبوند يارد او يجيب ريسبوند صحي او بصحة جيدة هيلثي صحي او بصحة جيدة هيلثي قبطان السفينة كابتن هرجع تاني الهيلثي ونقول اخرها هنا خلي بالكو ان اخرها الليتر واي في كلمة تاني قريبة منها من غير الواي هيلث بس هي معناها الصحة يبقى انا لازم افهم الفرق بينها انا عايز كلمة صحة ولا كلمة صحي صحي يعني اكل صحي يتاكل اوكي القبطان السفينة كابتن يلعب شاترانج شاترانج بلاي تشيس وظيفة جاب عمل وورك يبقى او يقيم ستي تيجيب المعنى يبقى وتيجيب معنى يقيم يبقى ويقولك ايل ستيت هوم انا قاعد في البيت ها افضل اقاعد في البيت ستي الدنيا فقام ق 오래 ويقولك الاولي تيجيب انترسي تعمله هاتفه كلمة بورنج عكسها كلمة بورنج مومن كلمة عكس يعني ايه بقى opposite يعني يجي في جملة يقولي the opposite of interesting is the opposite of boring is كذا عكس كلمة بورنج كذا سفينة ship بخير وال بخير وال اما كلمة مريض هتيجي الاوسك بحار سيلر صيات سمك fisherman اخبار نيوز كلمة نيوز اللي هي الاخبار خلي بقى لكم عليها ملحوظة تبدو ان اخرها اس طبعا تبدو انها كلمة جامعة اقول the news are good لا غلط الكلام ده the news برغم ان هي اخرها اس انما بتعتبر اسم مفرد فبالتالي لو عندي اختيارات اس وار هختار اس the news is nice today مثلا نشوف الصفحة اللي بعدها keen on مهتم بي keen on مهتم بي البروبوزيشن مع keen بي جي ايه طب لما لو قلت كلمة interested interested بيجي معها on برده ولا حاجة تاني عدت علينا قبل كده excellent interested بيجي معها in interested in اللي تنفس المعنى تقريبا interested in اما keen on منتجات البان ومفكرة موعيد خلوا بالكم ان الحروف واحدة ولكن في لخبطة وشقلبة بين الحروف منتجات البان اسمها dairy بعد دي في اي و اي اما مفكرة موعيد اسمها diary و اي اي مش اي اي دي دايري مفكرة موعيد حلوة sweet ولازم يتحط عليه طابع معين الطابع ده هو كلمة stamp والظرف اللي بتحط بها letter اسمه envelope يستلم ويرسل يستلم receive يرسل send عنوان address عنوان address خطاب letter خطاب letter يستورد ويصدر import و export بتيجي ازاي او يهميني فيها ايه import يستورد عادة مثلا بنقول نستورد من نستورد ايه من يبقى ايه ال preposition اللي بيجي معها import بيجي معها غالبا ال preposition from نقول مثلا احنا بنستورد القطن بلاش القطن عشان احنا بنصدره احنا بنستورد العربيات مثلا من الصين يبقى we import cars from china import from china اما export بقى يصدر بتيجي معها preposition to نقول بقى احنا بنصدر القطن يبقى we export cotton to other countries مثلا احنا بنصدر القطن للبلاد تانية we export cotton to نشوف الكلمتين اللي بعدهم مؤتمر conference مؤتمر conference الجو the weather عادة بيبقى الجو بنقول يا اما جو جميل النهاردة مشمس الشمس فيه كويسة فبنقول sunny sunny جاية من كلمة sun الشمس خلوا بالكو ان هنا حطينا y وقبل بقى نحط ال y عملنا ال n double يبقى s u double n y sunny اما الجو مليء بالرياح وجاية من ويند الرياح هنحط لها y برضو windy شوف ايه اللي بعد كده exercise عايزين بقى نشوف الكلمات اللي احنا هنقول حفظناها الكلمات اللي احنا حفظناها دلوقتي هتيجي ازاي ممكن تيجي ازاي في الامتحان تيجي ممكن من شكل اول جملة بيقول well is the opposite of space طبعا active ولا ill ولا careful ولا safe كلمة will عدت علينا بمعنى ايه؟ بصحة جيدة كلمة will بصحة شخص صحته كويسة well is the opposite of هي عكس كلمة ايه؟ كلمة active نشيط ولا ill مريض ولا careful حريص ولا safe آمن طبعا will عكسها ill will عكسها المريض طب الجملة الثانية let's a a game of chess محمد let's a let's play or let's got or let's have or let's do عدت علينا في الفوكابلري let's play a game of chess يلا نلعب game شطرنج number three ma is a fond on ولا keen on ولا happy on ولا interested on ولما عدت علينا في الكلمات keen طبعا on احنا نسينا نعلم على play في الجملة number two let's play a game of chess number three بقى لما جات كلمة keen قلنا لازم معاها كلمة ايه preposition on keen on وفرقناها عن interested لان interested كان بيجى معاها preposition in عدت علينا قبل كده اما fond يعني fond fond بيجى اول حاجة معاها preposition of ومعناها مغرم به حابب اقول مثلا i am fond of football i am fond of football يعني حابب او مغرم بالكورة sentence number four boring means means معناه تعني او معناها كذا boring معناها not interesting ولا not healthy ولا not bad ولا not interested طبعا boring معناها not interesting معناها not interesting وممكن تيجي boring is the opposite of interesting هي عكس كلمة interesting number five i space in bed for two weeks i a in bed for two weeks ana said ولا stayed ولا sent ولا so اللي يجيب معناه يقيم في السرير يقعد في السرير for two weeks because i was ill طبعا هيجي معاها ال verb stayed i stayed in bed for two weeks because i was ill sentence number six a century is a period of period يعني فترة او مدة زمنية century القرن دا هو مدة ايه كم سنة one thousand ولا ten thousand ولا one thousand ولا ten ولا one hundred years واحنا بنقرى كلمات قلنا century عبارة عن one hundred years number seven a driver ولا a sailor ولا a teacher او a farmer works on a boat or a ship من في الاشخاص الهنا الوظائف الهنا بيعمل على سفينة او قارب الدرايفر الثائق لا الفارمر فلاح لا teacher مدرس لا طبعا سيلر سيلر يعني بحار سيلر يعني بحار يبقى a sailor works on a boat or a ship number eight we put the letter in an حاجة كده before we post it post يعني ursil send قبل ما نبعثه بالبريد يبقى we put the letter in an order ولا in an card ولا ice cream ولا envelope طبعا بنحط الخطاب في ايه؟ في ال envelope اللي هو في الظرف number nine we write what happens to us everyday in a طب نفهم الاول قبل in a دي we write what happens to us احنا بنكتب اللي بيحصل لنا كل يوم في ايه؟ لما حد بيحب يكتب ذكرياته او يكتب الاحداث اللي مرت في حياته في فترة معينة يوم او شهر او سنة ايا كان بيكتبها حاجة اسمها مفكرة طبعا كلمة مفكرة عدت علينا بس هو يطلخبطه بينها وبين كلمة منتجات البان يا طرى مين فيهم؟ عندي طبعا ستوري لا او بوك لا عندي ديري ودايري فاكرين الفرق؟ ديري هي دي اللي كانت منتجات البان يبقى احنا بنكتب ذكرياتنا او مذكراتنا في ايه؟ في الدايري اللي هي المفكرة اليومية اخر جملة you shouldn't eat a lot of sweets to be space لا يجب انك تأكل حلويات كتير عشان تكون المريض لو مكلتش هتبقى مريض ازاي ولا sick ولا health ولا healthy فاكرين لما جات كلمة healthy قلنا خلي بالنا ان هنا اخرها y يعني بصحة جيدة اما health من غير y معناها الصحة نفسها المعنى بتاع الجملة بقول الله يجب ان نأكل حلقات كتير لكي نكون صحة لا لكي نكون بصحة جيدة نشوف عندنا ايه بعد كده؟ exercise برضو على الفوكابلالي ولكن في شكل ايه؟ زي ما قلنا نحن تحدي ان نقل حلقات كتير احنا خدناها في شكل choose the correct answer طب ايه؟ Let's go to awoke Let's go to awoke طبعا الغلطة مواضحة ان هي على two يا ترى ايه بقى؟ ما فوضح اكونوا عارفينها طبعا لان هي يعني ركزنا عليها واحنا بنقرا الكلمات نمبر 2 My father goes to job everyday جب دي غلط طبعا هنشوف الصح بتاعها ايه نمبر 3 It's a sun day to day هايز يقول جو وشمس؟ لا، هايز يقول جو ومشمس نمبر 4 We put a letter on the envelope الجملة دي ممكن الناس تتلقبط فيها شوية وهنشوف لما نيجي نحلها اللغباطة ممكن تيجي في ايه نقرأ بس نمبر 5 الاول It's time to writing an email It's time to writing an email يعني ايه it's time to؟ يعني حان الوقت اللي كذا دلوقتي المفروض نعمل كذا يعني دلوقتي لو عايزين لنام نقول It's time to go to bed مثلا أو It's time to eat lunch طيب تعالوا نشوف الانسرز مع بعض اول واحدة سهلة جدا مش محتاجة تعليق Let's go for a walk Let's go for a walk يعني يلا نتمشي نمبر 2 my father goes to job ايه الفرق بين job و work job يعني وظيفة الوظيفة اللي يحصل عليها a teacher a doctor a nurse كده يعني اما work هي تيجب معنى العمل او مكان العمل خلوا بالكم الحتة دي العمل او مكان العمل دلوقتي الجملة بتقول لي my father goes to ايه to work ولا job everyday طبعا هنا job مش هتنفع لان هنا مش بيروح الوظيفة هو عايز يروح بيقول اروح للعمل او مكان العمل every day طب نمبر 3 it's a sun day today sun قلنا الشمس اما عشان نقول عايزة اقولك ده مشمس يبقى كلمة sunny هعمل لها ايه هحط لها in تانية قبل ما حط ال y it's a sunny day today انه يوم مشمس ال in number 4 we put a letter on the envelope واحد يقول طب we put a letter on the envelope ممكن يبقى الغلطة في in مش في on لان ممكن الجملة تمشي احنا بنضع الخطاب in the envelope في الظرف اه بس هو هنا حاطت الخط تحت التلتر يبقى معناها ايه يقصد ايه طب هو اللي هنفترض هي صحة on على الظرف ايه اللي هتحط على الظرف الخطاب استحالة الخطاب يتحط على الظرف وما الايه اللي بيتوضع على الظرف الايه excellent stamp الطابع طابع البريد ويبقى الحل we put a stamp on the envelope يعني احنا بنضع طابع بريد على الظرف نيجل نمبر 5 بقى عايزين نركز فيها شوية بيقولي it's time to writing an email الغلطة في رايتنج ليه الغلطة في رايتنج نفهم حاجة مع بعض لحاول لانها هتجلنا طبعا في ايضات كتير لحاول نفرق بين حاجة اسمها ال infinitive المصدر والجراند الفرب plus ing او النون يعني عادة preposition to ايه لما ييجي وراه فرب تاني ييجي infinitive اول تاني preposition حرف الجار to لما بيجي في جملة ويجي وراه بعدي فرب تاني لازم الفرب التاني يبقى infinitive في المصدر اقول مثلا I want to play بلايه في المصدر ولكن اي حرف جار تاني غير to لازم ييجي وراه حاجة اسمها الجيراند يعني ايه الجيراند؟ يعني الفرب plus ing الفرب plus ing يعني لو عندي حرف جار تاني غير to ايه عندي مثلا ان و ان و ات و اف و كده هنا في الحالة دي يبقى لازم معها البروبزيشن بعد اي البروبزيشن غير تو لازم ييجي الجيراند البروب plus ing طيب هنا الوضع عندي it's time to يبقى it's time to ايه؟ برافو هيجي وراها الانفناتف هو احطيتلي الجيراند الهول فرب plus ing ما تنفعش يبقى it's time to write an email طيب خلصنا ندخل في الجزء التاني بتاعنا language functions اللي هي زي المواقف المواقف اللي عندي هنا عمل اقتراحات making suggestions making suggestions عمل اقتراحات عندي كزا طريقة عشان اعمل بها الاقتراحات بس خلوا بالكو ان مش مجرد انا هادرس ده دلوقتي في اليونت ده علشان بس اعمل اقتراح سهلة اوي اللي هي الجملة كده ويقول لي مثلا اقترح شيء او رد على الاقتراح لا هي منها فعلا مواقف وكمان ممكن الشكل ده بالذات يجيلي في شكل وممكن يجي في شكل choose وممكن يجي في يعني ممكن حتى يجي كجرامر طب ازاي الكلام ده ندرسهم واحدة واحدة انا عندي الطرق اللي موجودة قدامي دلوقتي اول طريقة حاجة اسمها why don't you او why don't we why don't you او why don't we معناها لما لا طب بيجي بعدها ايه بيجي موراها المصدر المصدر قلنا يعني ايه الفعل بدون اضافة طب فيه طرق تانية عشان اعمل اقتراح اه فيه ممكن what او how what about او how about what about او how about في الحالة دي خليوا بالكم مش هيجي وراها مصدر هيجي وراها ايه verb plus ing معناها ما رأيك فيه فيه طريقة تالتة فيه طريقة تالتة اللي هي let's يعني هيا يلا بينا نعمل كذا بيجي وراها ايه let's بيجي وراها برضو المصدر بيجي وراها المصدر اخر طريقة shall we وبرضو بيجي وراها المصدر معناها ممكن نعمل كذا هل لنا ان كذا يعني ممكن نعمل كذا يعني ايه مصدر قلنا معنى ايه فيربو واني جيه سهلة play تبقى playing study تبقى studying المصدر قلنا الفعل بدون اضافة تعالي ناخد امثلة سريعة لو انا عايز اقول لما لا نلعب مثلا هقول ايه why don't we excellent why don't we play طب عايز اقول لما لا نلعب بس بالطريقة دي هقولها ازاي هقول what about ايه بقى برافو what about playing واكمل عادي طب لو let's بيجي وراها مصدر يبقى let's play برضو المصدر shall we هنقول shall we play برضو بقى المثال سهلة او يوضح حالي ادي بالنسبة لعمل الاقتراحة طب هو الطريقة اللي بيطلوب مني لان انا عمل اقتراح بس ولا فيه حاجة تاني جنبها فيه حاجة مهمة جدا ممكن يجيلي في الجملة ويقول لي اعمل اقتراح ان انت وصحابك او انت وعيدك تروح السينما مثلا او يجيبها لي بشكل تاني يقول لي اخوك اقتراح اقتراح الذهاب للسينما وانت موافق موافق على الاقتراح يبقى انا هاخد الوقت الموافقة على الاقتراح وكمان ممكن يجيبها لي اخ اختك اقترحت كذا وانت معطرد على الاقتراح يبقى ازاي اوافق على الاقتراح وازاي اعترض على الاقتراح والثالثة ازاي اعمل انا بنفس الاقتراح تعالوا نشوف الموافقة والاعتراض accepting قبول refusing رفض عشان اقبل الاقتراح اي حاج ممكن استخدم اي حاجة من دي اول مثلا it's a good idea يعني انها فكرة جيدة it's a good idea انها فكرة جيدة او yes great idea فكرة جميلة فكرة عظيمة او okay why not ليه لا ماشي موافق يعني كل ده اي حاجة استخدمها منه براحتنا طبعا بتبقى موافقة على الاقتراح طب refusing الرفض ممكن اقول اي حاجة من دول sorry i am not very keen sorry i am not very keen يعني انا اسف انا مش معجب بالاقتراح مش متحمس لي او sorry i don't feel like it برضو نفس المعنى مش حابب الاقتراح ده برضو مش متحمس لي وهنا بيقولي sorry بس ايه sorry بس بحان شكل دين روح في دهية في الامتحان لازم نزود لها حاجة يعني ايه sorry بس ممكن ممكن نقول اي حاجة من دول ولكن احيانا في الاقتراح يقول مثلا ايه اختك بتقترح الذهاب للسينما ولكن انت مشغول يقولك your sister suggest going to the cinema but you are busy فمش هتقولها sorry وبس لازم اقولها sorry i am busy او يقولك مثلا صديقك بيخترح عليك انك تلعبه متش كورة وانت عندك وضيبات كتير يبقى بعد sorry هنا انا لازم اقول sorry ايه صوري عندي ايه هو السبب جايبهولي فهاقوله i am sorry i have a lot of homework مثلا اي سبب يدهوني يبقى مثلا سوري في الدخول بس عشان اقولي السبب اللي هو جايبهولي في ورقة الامتحان انتفقنا نشوف الا بعد مفروض تيجي اكسرسايز يعني بالضبط الجملة الاولى بيقول you are at home انت قاد في البيت بتقترح مشاهدة فيلم الجملة التانية your sister suggests playing computer games you agree اختك بتقترح لعب games يعني على الكمبيوتر وانت موافق number three you don't agree to go for a walk انت مش موافق تروح تتمشى على اقترح حد يعني بيقترح انك تتمشى وبقول انت مش موافق because you are tired انت تعبان تعالوا نشوف الانسر اول واحدة how about watching a film هو بيقول لي you are at home you suggest watching a film انت قاد في البيت تقترح مشاهدة فيلم استخدمنا ايه استخدمنا how about وطبعا how about وقلنا ايجوا ارها ايه watching a film اوكي طب هل ده الاكبار انا عليه استخدم how about لا ممكن استخدم let's هقول let's ايه برافو هنقول let's watch هنشين منها الانجي let's watch a film الاتنين صح اي طريقة منهم صح نشوف التاني your sister suggest playing computer games اختك بتقترح لعب ألعاب computer you agree موافق احنا قلنا موافق على الاقتراح اقول ايه هلو نشوف نقول ايه that's a good idea انها فكرة جيدة number three you don't agree you don't agree انت مش موافق على الاقتراح اللي هيجي ده you don't agree to go for a walk you are tired جايب لي سبب خلوا بالكو هنا موضح لي هو سبب معي هقول له ايه sorry i am very tired هو ده اللي كانت سوري لوحدها وجنبها نقط وقلنا لو هو جاب لي سبب زي كده بعد سوري انا اقول السبب اللي هو جايبهولي هو بقول لي you are tired مش هقوله you are tired انا غيرها اقولي sorry i am tired انا اللي تعباني مش انت اللي تعباني شوف اللي بعدها اه جاي بشكل انا في البداية قلتلكوا الاقتراحات في اليونت ده يقيمة تيجي في شكل situations عادية مواقف او ممكن تيجي بشكل choose او correct the underline word او تيجي بشكل rewrite كأنها grammar تعالوا نشوف جملة الاولى بتقول لي ايه let's go for a walk يلا نروح نتماشى let's go for a walk انا حاطت الكلمة go for a walk كتير اول حاجة لانها عنوان اليونت بتاعنا وتاني حاجة كمان لانها مهمة جدا بتيجي في الامتحانات فحاطتها في كذا جملة let's go for a walk عايزني اعيد كتابة الجملة دي باستخدام what مش let's فبالتالي هشيل let's وحط what مكانها واقول ايه what go ماينفعش فاكرين what كان بيجي بعدها ايه what about برافو what about بتسوي how about ولما استخدم اي واحدة منها what about او how about بيجي وراها الجيرند اللي هو يعني ايه جيرند الفير بلاس ing فيبقى الحل هنا ايه what about الجيرند اهو جيه ظهر اللي هو الفيرب اهو واضاف له ing what about going for a walk what about going for a walk طب تعال تشوف number three number two هو جايب لي اهي how about اللي بتسوي what about بيقول لي how about having a meal وراها الجيرندهي بال اين جي what about having a meal at a restaurant ايه رأيك نتناول ودبة في مطعم عايزني اعيد نفس كتابة الجملة rewrite يعني اعيد كتابة الجملة باستخدام why why ايه واي دي مش عايز اعمل سؤال ببعانة why عايز اعمل الاقتراح بواي اللي هي كانت واي ايه فاكرينها why don't we او why don't you نشوف الانزر why don't we have a meal at a restaurant او at a restaurant why don't we have a meal at a restaurant ايه اللي حصل لهافنج هي هوا باوت كان وراها الفرب انجي why don't we وراها مصدر فبالتالي شال منها الانجي يبقى why don't we have a meal at a restaurant الموضوع سهل قوي جميل لذيذ الدرس مش وحش شوف ايه اللي بعده في الجرامر بقى زمن اسمه مضارع تام زمن اسمه ايه مضارع تام في منكم بيقول الزمن ده بيخم شوية وصعب شوية هو ولا رخم ولا صعب هو بس محتاج مذاكرة بدل مذاكرة حاجة فساعة هاخد معه ساعة وربع ازود ربع ساعة ليه هيبقى سهل جدا يبقى زيه زي غيره تعالي نشوف الزمن ده اولا بيك اولا تكوينه ايه شكله ايه فعل وبعد كده نشوفه بيستخدم ازاي بيقول لي ايه بالعربي اسمه المضارع التام زمن المضارع التام اوكي بيكون من ايه حاجة اسمه سبجكت سبجكت ده مش التكوين سبجكت يعني فاعل الجملة الجملة لازم تبدأ بفاعل اي هي زي زجر زبوي كده يعني بيجي بعد كده تكوينه هاف او هاس بلاس بي بي هاف او هاس زائد ايه تصريف ثالث هنا كان مفقود يبقى فيه كلمة بلاس زيه يبقى بيكون اساسا من هاف او هاس زائد تصريف ثالث هاس عشان يبقى مضارع تام اقول اي هاف فنشد هاف وهذا ايه تصريف ثالث فنشد شي هاز ريتن ريتن تصريف ثالث الرايت ريت روت ريتن اوكي طب ايه اللي بعد و ايه اللي هينه ايه الفرق بين هاف وهاز بيقول لي هنا لو عندك السبجكت بتاعك اي او وي او يو او ذي بياخدوا هاف لو السبجكت بتاعك فاعل الجملة بتاعك هي او شي او ايت بياخدوا هاز يصل هي عايز اقول ان انت استخدم هاف وانت استخدم هاز مع اي يو وي نفسه ايه بيقول الاستخدام يستخدم المضارع التام ليعبر عنه يعبر عن ايه عم بيقول لي يعبر عن حدث وقع في الماضي ولاه تأثير في الوقت الحاضر ايه الكلام ده ايه الكلام الصعب بصوا الفرق بين الماضي البسيط اللي خدناه قبل كده والمضارع التام اللي اتنين حصلوا في الماضي تاني ركزوا الماضي البسيط اللي خدناه قبل كده في الحلقة قبل كده والمضارع التام اللي بناخده دلوقتي ايه الفرق بينهم اول حاجة بيتطفقوا انه الاتنين حصلوا في الماضي ولكن الماضي البسيط اللي قدنا قبل كده حصل في الماضي وانتهى خلاص ما لهش علاقة بيه ولا ليه علاقة بيه خالص حصل في الماضي وانتهى أول مثلا الأسبوع الماضي زرت صاحبي زرته وانتهى والموضوع خلص وانسينا الموضوع خالص ده ماضي بسيط المضارع التام حصل زيه في الماضي ولكن ليه أثر حتى الآن دي أثر لحده إحنا بنتكلم عنه دلوقتي مش حاجة حصلت وخلصت يبقى حدث وقع في الماضي وله تأثير في الوقت الحاضر أقرب بيسأل ليه حكاية المطرة تعالوا نشوف حكاية المطرة إجزامبل الدنيا مضطرت كل الشوارع أرماضي ماضي يعني مطينة الشوارع كلها طينة وحلى ليه هنا حطها للماضي علشان الجملة اللي بعدها بتبيني ان فيه أثر للمطرة اللي حصلت قبل كده إيه هي الأثر ان الشوارع مبلولة لو ما قاليش كابت شوارع مبلولة ممكن أقول اتريند وخلص مضطرت وخلصت والموضوع حتى اللي يمشي تاني يوم مش هيلاقي أثر للمطر خالص هيقول اتريند ياسر داي مضطرت وخلصت وقفلنا على الموضوع إنما مضطرت مبارحة أهو أو قبل كده في الماضي وثايبه أثر لسه معانا في الوقت الحالي يبقى لازم مضارع تاني لازم هفو هزو تصريف تاني وعشان كده بنقول حدث وقع في الماضي وهو ولكن له تأثير في الوقت الحاضر أو في الوقت الحالي وعشان كده قال الدليل شاهدة fellowship شايف شوف刚 Kaitlinati شوف تبدالمنا اللي بعد حدث بدأ في الماضي حتى الوقت الحاضر يعني هي حدث بدأ في الماضي حتى الوقت الحاضر حدث بدأ في الماضي حاجة حصلت احنا الزمن ده كله حدوثه في الماضي ولكن مش عايزة اقول مستمر لحد الان ولكن مجازة نقول لسه موجود مفيش تغيير حصل عليه يعني هقول مثلا ايه انا عايش مثلا في القاهرة من سنة 2010 انا عايش في القاهرة من سنة 2010 ليه اقولها دي لو حبيت اقول الجملة دي هقول I have lived in Cairo since Cairo since 2010 ليه have lived ليه مضارع تام علشان انا لسه عايش في القاهرة مفيش تغيير حصل على الوضع بتاع لي عيشت في القاهرة لو فيه تغيير حصل عليه خلاص يبقى ماضي وانتهى انا لفد وانتهيت عشت هناك فترة معينة وغيرت رحت اسوان رحت اسكندرية لكن طالما عشت من 2010 ولسه لحد الوقت عايش في 2010 من حد 2013 يبقى present perfect مضارع تاني وعشان كده مثلا في جملة زي كده بنستخدم معاها سنة سوفور مثال I have worked اللي هي اخصر هاف I have worked in the garden for an hour I have worked in a garden for an hour انا عملت في الحديقة بقى لي ساعة شغال في الجنينة بقى لي ساعة فور وسنس من كلمات المضارع التام خلوا بالكم ان فور بيجي وراها ساعات او سنوات اما سنس بيجي وراها تاريخ معين او يعني نقطة زمنية محددة مثال لبعده She has lived in Cairo since 2008 هي عاشت في القاهرة منذ سنة 2008 يبقى هنا حدث بدأ في الماضي حتى الوقت لحد دلوقتي لسه موجود الراجل اللي شغال في الجنينة بقى له ساعة لسه شغال ما خلصش شغل في الجنينة البنت اللي عايشة في القاهرة من سنة 2008 لحد 2013 لحد يوم الخميس النهاردة لسه عايشة في القاهرة منذ 2008 وعش كده بيقول حتى الوقت الحاضر بيستخدم برده زي ما بيستخدم مع سن سفور بيستخدم مع كلمات زي ever و never زي ever و never ever بنستخدمها عادة في ال question في السؤال و never بنستخدمها في ال negative في النفع سؤال هل عمرك رحت باريس؟ قلنا مع كلمات ever و never ever في ال question اهو شكل سؤالة هو كلمة been to يعني ذهب لمكان ورجع منه دلوقتي اما في حاجة اسببها have gone to أو has gone to راح ولسه مجاش يبقى have been to has been to راح ورجع اما gone راح ومرجعش نقول تاني have ever و have never have ever بنستخدمها في ال question عايزة انفي يبقى I've never been to Paris طب بيستخدم مع كلمات ايه تاني؟ مع كلمات just و already yet مع كلمات just و already yet just معناها حالا لسه دلوقتي حاجة طازة already بالفعل عملت كده يعني ايه؟ just يعني يجي مثلا ماما تقولك خلصتي كذا خلصتي الواجب تقول لسه مخلصة حالا I've just finished لسه مخلصة حالا just طب هانتي already عملتين من فترة طويلة فقط تقول لها I've already done أو I've already finished my homework يعني already عملت خالص من بدل يطل لسه فاكرين لكن just لسه مخلصه حالا لسه يبقى في الكتاب اوكي اما yet معناها حتى الان yet بتستخدم في حاجتي اما في ال question و تيجي اخر الجملة في ال question السؤال و تيجي اخر الجملة اما تيجي في جملة النفي و برضه تيجي اخر الجملة اوكي have أو has والتصريف الثالثين وبينهم just خلوا بقى لكم ان just already يمكن دي انسيت اقولها في البداية just already لازم يجو بين have وهاز والتصريف الثالث تيجي في النص اقول I have just finished او she has just finished او already I have already done my homework I have already done my homework ادي already برضه بين have وهاز وبين التصريف الثالث طب مع كلمة yet بقى قلنا بنستخدمها في حاجتين يا اما سؤال يا اما نفي و جايب لي انا عكس اللي بقوله هو نفي الاول بعد كده سؤال تعالوا نشوفها هي هيها يعني they haven't arrived yet they haven't arrived yet هما ما وصلوش لحتى الان اهي نفي اهي جاي فين اخر الجملة و في السؤال برضه اخر الجملة ولكن في النفي خلوا بقى لكم لازم انفي have ما قولش they have arrived عايز ان فيها جملة نفي النفي في المضارع التان haven't أو hasn't وتصريف الثالث يعني زي have وهاز تصريف الثالث هنفي have وهاز haven't أو hasn't في السؤال have you written the letter yet هل ما كتبتش الجواب لحد دلوقتي حتى الان يعني طيب في حالة النفي بنستخدم ايه قلنا بنستخدم haven't أو hasn't ذا سريف الثالث مثلا he hasn't done his homework yet he hasn't done his homework yet he hasn't done his homework yet haven't اهيه او hasn't دا النفي ناخد اكتوربصايز بقى على كنده كل اختيارات has ولا did ولا have ولا does number three they have space done their homework they have ناخد سنس ولا already ولا ago ولا يت number four have you sense just ever ولا never been تعالوا نشوف الجمل واحدة واحدة ونشوف اجي اختيارات تنفع معاني جملة الاولى بتقول what has mona اختار ايه انا عندي فرب دو دو دز في المضارع did في الماضي done تصريف ثالث اوه احنا قلنا البرزن بيرفكت بيكون من ايه have أو has زائد البي بي تصريف ثالث اهو في عيب لي have وهذا هي ادي has يبقى الرئيسة ايه تصريف الثالث اللي هي if do excellent اللي هي done يبقى what has mona done during the weekend نشوف الجملة الثانية number two بتقول في space في الاول انها سؤال has mona washt ولا did mona sorry has marwa washt ولا did marwa washt ولا have marwa washt ولا does marwa washt طبعا في تصريف ثالث وش ده هي وكمان كلمة yet اللي هي في السؤال يبقى معنى كده ده مضارع تام ما فيش شك فيها yet وفيها تصريف ثالث يبقى متنفعنيش ولا does ولا did تنفعني حجم الاثنين يا اما has يا اما have لان هي المضارع التام هاف وهاذ تصريف ثالث ناخد بقى have ولا has فاول ما شرحنا فيه قلنا ايه مع i, you, we, they بياخدو excellent ياخدو have مع he أو she أو it بياخدو has هنا بقى marwa plural حاجة they ولا you ولا he أو she أو it طبعا marwa ضمرها she وبالتالي تاخد ايه excellent تاخد has يبقى has marwa washed her clothes yet number three they have since done their homework ولا already done their homework ولا I go done their homework ولا yet done their homework طبعا ايه اللي كان بييجي بنهاف وهاذو تصريف ثالث excellent اللي هي كانت just already وبالتالي already هي اللي تيمشي معايا في الاختراط دي number four عمر hasn't finished his work سهلا خلاص انا كان على الثاني وانا بقولها عمر hasn't finished his work yet جملة yet اللي هي بتيجي في النفل وبتيجي اخر الجملة number five have you been to paris سؤال ايه اللي بنستخدمها في السؤال since ولا just ولا ever ولا never في السؤال ever على طول وانا مغمر يبقى have you ever been to paris اما never لو تفتك له كانت في النفل اقول i have never been to paris ماشي شوف اللي بعده rewrite rewrite the following sentences using the words in brackets اعيدوا كتابة الجملة اللي بنقصين وتلازم على فكرة to give the same meaning يقول لي كده لأعطاء نفس المعنى الجملة بتقول سميرة has worked as a teacher for two years سميرة has worked as a teacher for two years سميرة اشتغلت كا او عملت كا مدرسة لمدة سنتين ادي فور جات وراها ايه كلمة years واحنا بنقول since وفور اديت كده ملخص الفرق بينهم قلنا since بيجوا وراها فترة زمنية محددة بالزبط اقول since 2009 مثلا تاريخ since 2010 او كلمة او since مثلا five o'clock since ten o'clock اما فور ما ينفعش اقول four ten o'clock اما الاعمل ايه لو اجاب لي اوكلاك مع سينس اروح ماسكوا الاوكلاك دي احوالها الاورز ساعات اقول مثلا four three hours four two hours four five hours طب لما نقول مثلا التاريخ since 2008 2004 2010 اعمل ايه؟ اجيب الديت ده التاريخ ده امسكه زي ما هو واعصره واطلع منه years سنوات اقول four three years four five years اوكي؟ الجملة تانية بتقول ساميرة has worked as a teacher for two years وعايز سينس يبقى حلها ايه؟ ساميرة has worked as a teacher since two thousand and eleven two thousand and eleven منذ 2011 حول الييرز الايه؟ لتاريخ اهو عشان سينس وراها ديت تاريخ ماشي؟ طب حسبها ازاي 2011 فيه بقى منكو يقولي انا بطلق مضم عابش حسبها بنجابها تقريبي بحيث ما نبعدش الموضوع قوي يعني بالمخ كده بتقول ايه؟ هي شغالة مدرسة بقالها سنتين طب احنا في سنة كم دلوقتي مين عارف؟ هو عن في 2013 وهي شغالة بقالها سنتين يعني شغالها سينس بقالها كم سنة؟ من 2013 ل 2011 هم سنتين فعشان كده نقول ايه؟ السنتين دول يبقى من 2011 since two thousand and eleven طب العكس بقى يجبها لي مرة بسينس ويقوله اشتغل بفور تعالوا نشوفها I have learnt Italian since two thousand and seven انا اتعلمت ايطالي منذ سنة 2007 وهو جايب لي سينس وقرها التاريخ عايز فور همسك التاريخ قول معصوره واطلع منه ايه؟ برافو واطلع منه years سنوات طب اطلعها ازاي؟ هو شغال سنة 2007 من 2007 وهنا في 2013 اروح اجب يا اما الكالكوليتر يا اما على ايدي 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2013 يبقى كم سنة؟ ست سنين يبقى بعد فور هيتيجي كلمة six years المفروض يبقى اي هف لرنت ايطاليان فور six years شوف الجملة اللي بعدها The train reached the station a short time ago القطر وصل المحطة a short time ago يعني ايه a short time ago يعني منذ وقت قصير يدوب لسه واصل المحطة يدوب ما حصلش ممكن يجبها لي a short time ago او a minute ago منذ دقيقة مثلا او a second او اي امكان بحيث توضع ان الجملة الحدث لسه حصل من فترة قصيرة او وعشان كده بيطلب مننا استخدم ايه just لقونا just في معناها ايه معناها حالا او توا لما قلت لها انت خلصت الواجهة بقلت لها just finished لسه مخلصت دلوقتي اوكي طب يبقى هنا هتتحل ازاي اول حاجة افكر فيها طبعا اجودي ماضي هو جملة كلها ماضي reach the body وشور time ago ماضي وعايزنا استخدم just just دي يبقى مضارع تان present third يبقى انا اي حاجة ماضي هنا لازم اشيلها يا ام احاولها لمضارع تان يا اشيلها يحاولها مضارع تان اول حاجة اشور time ago دي هتتشال خالص وحطنا مكانها just اوكي طب عندي ايه تاني عندي كلمة reach الverb reach ده ماضي بسيط احاول له مضارع تان ازاي هو اصلا مضارع تان بيكون ايه have و has ده التصريف ثالث يبقى بالتاني reach دي هحط قبلها have و has وهي reach التصريف ثالث اوكي مضام الفرب في الماضي بال-ed يبقى تصريف الثالث برضو زيه ed اوكي طب الحل بقى عايزين نفهم the train has just reached the station the train has just reached the station ايه اللي حصل نقولها بسرعة كده اول حاجة شاءل اي حاجة تدل على الماضي اشور time ago رماها وحط مكانها just بس just مش بتيجي اخر الجملة بتيجي من have و has و تصريف ثالث كمان ده قلناه و احنا بنشرح اوكي حاجة التانية حول reach دي اللي هي ماضي بسيط عايز يعملها مضارع تان فحط معها have و has يبقى تاترين ايه has just reached the station وشلنا خالص a short time ago number four we haven't used this computer yet we haven't used this computer yet احنا مستخدمناش الكمبيوتر ده حتى الان الجملة مستخدم جايب فيها يت ونفيلي الفرب اللي هي haven't وتصريف ثالث قولنا يت بتيجي في جملة النافي والسؤال هو جاب هالي نفي وطالب بلنا استخدم never طب ما هالنفر في ايه برضو؟ في النافي يطالب الفرب الدافي بتاع never عن النفي بتاع يت ببساطة النفي بتاع يت لازم انفي have و has تكرو النفي بتاع يت لما اجي جملة فيها يت اجي على have و هز وان فيها اقول haven't او hasn't I haven't finished yet haven't finished yet أو she hasn't finished yet اما الجملة النافي بتاع never ما بنفيش have و has اسيبها زي ما هي هتقولي ازاي يا عم انت ازاي ده لازم تنفي الجملة اقولك ما هي never نفتها never نفت الجملة بنفسها معناها ابدا هي نفت already فهقول I have never finished I have never seen وهكذا اكمل بقية جملتي طبعا يبقى have و has مع never ما ننفيهاش الجملة بتنفي نفسها بوجود never اما معيات لازم انفي have و has اقول haven't او hasn't اتفنى يبقى اذا دي هتحل ازاي we haven't used this computer yet وعايز never هتبقى على طول we have never used this computer we have never used طبعا نية تتشالت والجملة عشان حطينا مكانها never we have never used this computer وبرضو نفتكر ان يات بتيجي باخر الجملة اما never بتيجي بين have و has والتصريف التالت للفر الجملة الخامسة he has never driven the big car العكس بقى جايب لي هاي never ويقول لي استخدم يات الجملة بتقول he has never driven the big car يعني هو عمره مساء العربية كبيرة وعايز يات هعمل ايه خلي بالكو مع never have و has ما تنفيتش طبعا عشان استخدم yet اول حاجة همسك never وارميها اوكي تاني حاجة have و has دي ان فيها حلوة والله اقول never ارميها و have و has ان فيها يبقى الحل عندي ايه he hasn't driven the big car yet he hasn't driven the big car yet he hasn't driven the big car yet driven بالتصريف التالي بتاع البرب drive drive drove driven he hasn't driven the big car yet بكده احنا نكون خلصنا unit 3 لاحظتوا ان unit 3 سهل جدا برغم انه مليان حاجات كتير مليان situations بنيات vocabulary مليان rewrite والgrammar المضارع التام وقلنا المضارع التام من الازملة المهمة جدا اللي كلماته since and for just and already whatever and never ويت وشرحنا الفرق بين كل واحدة وخدنا عليها exercise في choose في ال rewrite اشوفكم بحلقة الجاية و اشوفكم بكل خير تكونوا ذكرتوا ده عشان نقدر ناخد الجديد see you اشتركوا في القناة